استقطب معرض البحرين الدولي للحدائق الذي اختتم بالأمس ألاف الزوار من المهتمين بالمجاري الزراعي والحدائق كما شارك فيه عدد كبير من العارضين من داخل وخارج مملكة البحرين التفاصيل مع الزميل صالح يوسف في سياق التقرير التالي الحدائق المصغرة شعار يحمله هذا المعرض الذي يكشف أحدث التجارب والابتكارات الزراعية التي تسهم في استغلال المساحات المحركة من خلال عرض حلول وأفكار عملية لزراعة المنازل والأسطح والمساحات الخارجية الصغيرة بحلته الجديدة وبتمييزه المتواصل استطاع المعرض في جذب عدد كبير من العارضين من داخل المملكة وخارجها إلى جانب استقطابه لآلاف الزوار من أول يوم لحظنا توافد كبير من قبل الجماهير من مواطني ومقيمي مملكة البحرين ولحظنا أيضا قبال جماهير كبير من دول مجلس التعاون الشقيقة وهذه السنة فعلا نلاحظ أنه يعني نجاح بكل مقاييس قدرنا نقيسه نظرا لأعداد الكبيرة التي توفدت علينا في الأيام الأخيرة حيث وصل عدد الزوار 32 ألف زوار وفي زوايا هذه الحدائق يقبل المهتمون بالشأن الزراعي والمستثمرون والأفراد الباحثون عن فرص للاستثمار في هذا القطاع الحيوي نحن نفتخر أن نحن فائزين بجائزة جراءة الملك والحمد لله يعني ندعم الغطاع وندعم الأمن الغذائي في مملكة البحرين مزارع الجزيرة مشاركة هالسنة في المعراض مع كل منتجاتنا وترى البحرين قادها والأرض فيها بركة والمزارعين ماي قصرون وسوق المزارعين كل أسبوع شيء يعني أفتخر أن أكون أضو منهم ومعاهم لأن نحتاج لزرع حق وطن في الكفة الأخرى عرض المجلس الأعلى للبيئة خلال مشاركته في المعرض نموذجا للمنزل المستدام الذي يسهم في المحافظة على الموارد البيئية من أهم التقنيات استعملناها اللي هو إحنا الإضاءة LED اللي هي أقل استهلاكا للكهرباء واستعملنا بعد المزروعات اللي في المنزل وسونا مساحات خضراء كبيرة في المنزل استهلكناها منها الشرفة العليا والحدائق الحديقة المنزلية عند مدخل المنزل وخارج المنزل طلبة المدارس والجامعات كان لهم أيضا نصيب من الحضور وذلك من أجل الحصول على المعرفة والتوعية والمتعة الزراعية في آن واحد جاي هنا عشان أشوف الورد وبعد عشان أشوف الورد لأننا ريحت خنينة وأعطي أمي هدية وأشوف فكرة أنا إن شاء الله ليكبرت أباحط في بيتي المستقبل إن شاء الله ورد ونخل لأن الورد ريحتها حلوة ويحل البيت وأبغى الألوان موف وأصفر وأحمر يعني كل هذا الألوان تعجبني أحب الورد ولين حصلت أعطي أمي أنا كوي أشكر ليسو المعرض لأنه صراحة تعبوا عليه صج ومعرض ما شاء الله جميل وحلو عندنا حصة الزراعة في المدرسة نطبق فيها نفس اللي شفناه هنا وتعلمنا منه وموثلة عن مثل عندنا هناك أشجار لوز وأشجار كنور يعني نقدر نزراع هناك أشياء ونقدر نستفيده هنا بعد أن نأخذ مننا أشياء أفكار استفادين في ويد أشياء حلوة وأشكر وزارة التربية والتعليم على المعرض مولهم ويد حلو ونحن نستفيده أشياء من مرسة الحد العدادية حق البنات شفت شون يزرعون الفراولة والوار الطبيعي أركان وأجنحة تغلفت بالورود وبكل ألوان الجمال البيئي دفعت المشاركين من كل فئات المجتمع للتوافد بشكل متواصل المعرض جدا جميل السنة ومتميز عن السنوات السابقة وفي مشاركين يدد أشوف المعرض وأحس أن المعرض يعني لمستقبل في السنوات القادمة وذي السنة وايد حلو وأتمنى التطوير إن شاء الله دايما البحرين أم الزراعة أصل البحرين إيه زراعة شوف عداري وقابو زيدان هاي كلها منابع عندنا هنا في البحرين كلها ندثرت لأنه ليش؟ لو الناس تتشجع نظم هالأشياء بعد التشجيع مو بس كلها من الحكومة لازم الناس بروحة لازم تتعلم معرض سنوي متميز يشجع على تغطية المساحات باللون الأخضر والمتزخرفة بأبهى الأزهار في هذا المكان لغة الزهور تضغى على كل حديث لذا يتوافد الزوار هنا ليستمتعوا برونق معانيها لتلفزيون البحرين صالح يوسف